السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هنشوف ازاي نتعامل مع موقع ClickUp. انا عملت امبورت للمهام من خلال امبورت الاندكس بورت. تمام. وممكن تدخله من تمانيما لو انت حابب. هتيجي هنا وتدوس على علامة Create Folder or List عشان تنظم الحياة اللي انت عايزها فتقدر تعمل نيو فولدر او تعمل نيو لست وهكذا. او تعمل امبورت للحياة اللي انت عايزها. سواء من ترفعه كما في اكسل او سانة او مندي او تو دو لست او ترلو او هكذا يعني. فممكن تجي لقي واحد فيهم. وتبدأ مثلا تقول له انا عايز شوك الحاجات اللي موجودة في الاركتكشور. دي بعض المقالات. ممكن اجي اعمل هنا سواء مثلا ترفع ملف او جوجل درايف او 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 او. ده ملف HTML اللي انا احطوه. ممكن تعمل اد. وتعمل ابلود لفايل او توب دروب بوكس او جوجل درايف. او حتى نيو دي كومنتس. تقدر تعمل كل الحاجات دي دون لود مرة واحدة. بشكل دوت. ممكن تخليها في الموضيع او في مكان او 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 اخر. ممكن تعمل اسسن يعني هناك شخص معين معك في الشركة هو اللي يعمل الموضوع دوت. نرجع ثاني لالكتكشور. دي الموضيع اللي فيها مشاكل اللي لسه اشغلني عليها. وده يعني تدار تعمل اكتر من الفولدر للتنظيم الحاجة اللي انتها تعملها. ممكن تعمل اسسن للحاجة. ممكن تدعمل تاريخ معين هتلاقي هنا ان انت تقدر تعمل كوفيرتو سبتسك يبقى عن تسك ودي سبتسك بتاعتها تقدر تضيفها لس تقدر تعملها دابليكات تعملها موف تاخدها كوبي وتبعتها للناس او تضيفها لللين أب ممكن تعمل كوبي لل يو ار ال وتبدأ تشاركها مع الأصدقاء فيبدأ ايدالك بالشكل دوت ممكن هنا تعمل رينام لحاجه ممكن تدوس هنا فبدا كده عمل تسلكت لجزء دوت تزار تقول له سي واتشر من اللي يقدر نشوفها ممكن تقول له انا عايز اعمل أصايمنت فيبدأ يقول لك انت عايز تعمل أصايمنت المين ممكن تعمل ستستيتس هل هي تحطها كلوز ولا جاهز للناش خلينا مثلا نقول ان دي جاهز للناش فيبدأ اعمل هالي بالشكل دوت ولو انت عندك اصر حاجة تقدر تنقلها من مكان لمكان بالشكل دوت تقدر تعملها كهساب تسك تبدأ تشوفها عايز احطها ساب تسك يلعني تسك الموجودة عندك بالشكل دوت تقدر تنقلها او تعمل لها دابلي كيت او تعمل لها تزبط ترك بتاعتها وهكذا تبدأ تربطها بحاجة تانية ممكن تعمل لها دليل فعزا ما انت شايف انت بتقدر تحكم بشكل قوي جدا بكل المهام اللي انت مفروض تعملها ممكن يكون عندك اكتر مشروع وكل مشروع تبدأ تشوف ايه التسكات اللي انت عايز تخلصها او ايه المواضيع اللي انت عايز تنجزها في المشاريع دي ترجمة نانسي قنقر